بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة حنتكلم عن الفايروول الفايروول او الجدار الناري والجدار الناري وظيفته التحكم بمرور البيانات القادمة او الخارجة من الشبكة وذلك من خلال تحليل البيانات وتحديد هل هي مسموح بها او غير مسموح بها وهذا يتم بناء على الاعدادات الموجودة على الجدار الناري والتي تصبح قوانين يتم تطبيقها على البيانات التي يتم ارسالها او استقبالها في داخل الشبكة حيث من خلال الجدار الناري يتم الربط فيما بين شبكتين او اكثر والتحكم فيما بين الشبكتين من خلال تحديد البيانات المسموح بها وغير المسموح بها يقوم الجدار الناري بتقسيم الشبكات التي يتعامل معها الى ثلاثة شبكات الشبكة الاولى الشبكة الداخلية ويتعادل الشبكة المحلية وعندنا النوع الثاني الشبكات الخارجية وهي شبكة تكون خارجة عن سيطرة مهندس الشبكة المسؤول عن الجدار الناري أو قد تكون شبكة الانترنت النوع الثالث وهي منطقة عازلة وهي شبكة تخدم الاثنين تخدم مستخدمين موجودين في الشبكات الداخلية وتخدم مستخدمين موجودين في الشبكات الخارجية أنواع أو نبدأ أول بتقنيات الجدار الناري Firewall Technologies وحيث يوجد لدينا ثلاثة تقنيات أساسية ويطلق عليها أجيال الجدار الناري وهي كالتالي عندنا الجيل الأول اللي هو Stateless Packet Filtering وهي تعني وهي تقوم أو يقوم الجدار الناري بالتأكد من أن الباكتز التي تمر من خلاله هي مطابقة للشروط الموجودة لديه فيقوم بناء على ذلك بالسماح بمرورها أو إذا لم تكن متطابقة للشروط الذي لديه فيتم منع مرورها ولا يقوم بتخزين معلومات عن حالة الاتصال وبالتالي هذا الجيل لا يهتم بمعرفة أن هذه الباكتز هي مرسلة من السورس مباشرة ولم يتم التلاعب بها أو أنه قدم تس بعض الباكتز مع السورس باكتز وأنه تم التلاعب بهذه الباكتز والتغيير فيها الجيل الثاني اللي هو Stateful Packet Filtering ويتميز عن الستاتلس بأنه يتأكد من أن جميع الباكتز تم إرسالها من نفس المصدر وأنه لم يتم تس باكتز أخرى أو التلاعب بالسورس باكتز وذلك لأنه يقوم بتخزين معلومات عن حالة الاتصال وذلك يتم من خلال مقارنة خانات رؤوس البيانات مثل الـ IP Header الـ TCB أو الـ UDP Header وبالتالي يكتشف ما إذا كانت هذه الباكتز متسلسلة وصحيحة أو أن هناك أخطاء فيها من ما يعني أنه حصل التلاعب فيها فيتم رفضها النوع الثالث أو الجيل الثالث اللي هو Application Layer Firewall ويطلق عليه Firewall & Proxy Server طبعا الجيل الأول كان يتعامل مع الطبقة الثالثة اللي هي طبقة الشبكة Network Layer الجيل الثاني ويتعامل مع الطبقة الثالثة والرابعة اللي هي طبقة Network وطبقة Transport Layer أما الجيل الثالثة فيتعامل مع جميع الطبقات حتى الطبقة التطبيقات من الطبقة الثالثة فعليا حتى الطبقة السابعة طبقة التطبيقات Application Layer مما يجعله أكثر تطورا في عملية التحكم وتصنيف البيانات حيث أنه يستطيع أن يفهم بروتوكولات التطبيقات مثل HTTP FTP DNS إلى آخره بحيث يتم من خلاله منع بروتوكولات تطبيقات معين أو اكتشاف ما إذا كان هناك شيء غير اعتهادي في عمل هذا البروتوكول بحيث يتم استخدامه طبعا يعني إذا كان في شيء يعني هذا البروتوكول الخاص بالتطبيق فيه تغيير أو فيه شيء غير طبيعي قد يلحق الضرر وإذا الشبكة عندها يقوم هذا الفايروول اللي هو Application Layer بمنع دخول البيانات التابعة لهذا البروتوكول كذلك يقوم هذا البروتوكول بوظيفة البروكسي سيرفر حيث يقوم بوظيفة الخادم الوسيط والذي سوف يقوم بالسماح أو المنع لزيارة بعض مواقع الانترنت سواء لبعض أو لكل المستخدمين في الشبكة وسوف يكون هو في الوسط فيما بين اتصال المستخدمين الشبكة وبين شبكة الانترنت أنواع الجدار الناري Firewall Types يوجد لدينا نوعين للفايروول النوع الأول وهو Hardware Firewall وهو النوع الأفضل والأقوى وهو عبارة عن جهاز مادي يقوم بوظيفة الجدار الناري من أشهر الشركات المنتجة لأجهزة الجدران النارية عندنا هي عندنا شركة الفورتينيت عندنا السونيك وول عندنا الجينيبر وعندنا سيسكو وأجهزة الفايروول لم تعد فقط نقوم من خلالها بوضع الشروط الذي من خلالها نحدد البيانات المسموح فيها والممنوعة وإنما نستطيع أن نجعل جهاز الفايروول بأن يقوم بدور جهاز الموجه اللي هو الراوتر بحيث من خلاله يتم ربط الشبكة المختلفة ببعضها البعض أو الشبكات عفواً المختلفة ببعضها البعض وكذلك نستطيع أن نفعل عليه بروتوكول من بروتوكولات التوجيه البيانات ليقوم الفايروول بعملية توجيه البيانات كذلك نستطيع جعل الجدار الناري يقوم بمهمة الديفولت كدوية للأجهزة أي يقوم بمهمة البوابة الافتراضية بحيث أي جهاز في الشبكة يريد الاتصال بجهاز آخر موجود في شبكة أخرى عمدها سوف يرسل البيانات إلى البوابة الافتراضية والذي طبعا البوابة الافتراضية اللي رح يكون هو جهاز الجدار الناري والذي سوف يقوم بدوره بإرسالها إلى الشبكة المرسل إليها كذلك نستطيع جعل الفايروول يقوم بمهمة النات النيتورك أدرس ترانزليشن وهي عملية ترجمة العناوين الخاصة إلى عناوين عامة لكي يتم الاتصال بشبكة الانترنت ويستطيع الفايروول حاليا أن يحل محل الراوتر وكذلك يوجد حاليا راوترات حديثة يمكن تشغيل الفايروول عليها وبالتالي تعمل كراوترات وفايروول ونقوم بذلك في الشبكات الصغيرة أما الشبكات المتوسطة والكبيرة فينصح بجعل جهاز الراوتر يعمل كراوتر والفايروول كفايروول لأن جمعهما معا يتسبب في الضغط على الجهاز مع حركة البيانات العالية النوع الثاني للجدران النارية واللي هو يكون على شكل برنامج سوفت وير وهو برنامج يقوم بوظيفة الفايروول ولكنه طبعا أقل كفاءة من الهارد وير فايروول أو الجهاز المادي للجدار الناري ويوجد بنوعين النوع الأول يكون كبرنامج جانبي مع نظام التشغيل مثل الويندوز فايروول أو الانتي فيروس فايروول والنوع الثاني وهو يتم تفعيل برنامج الفايروول على الجهاز ليصبح فايروول سيرفر مثل عندنا هنا الـ TMG المثلا الخاص بشركة سيسكو عفوا الخاص بشركة مايكروسوفت وصلنا لنهاية هذه الرسالة وأتمنى تكون وصلتكم هذه الرسالة كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر